يعني ايه براندينج ويعني ايه براند? وازاي تبني براند بشكل صحيح? كل ده هنعرفه في الحلقة الجديدة من حكايات ماركتينج. اهلا بيكم. معاكو تامر صلاح. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البراندينج والبراند وازاي تبني براند بشكل سليم. والفرق ما بين البراند والبرودكت وكل التفاصيل دي. اول حاجة لازم نعرف تعريف البراند. تعريف البراند بشكل مبسط كده يعني اي رمز اي شعار اي لوجو اي حاجة بتعبر عن الشركة او البرودكت او الشخص يعني اي حاجة ممكن يتعمل لها براند. والتعريف والتفاصيل النظرية دي شوية ممكن شوفوها من اللي اتكلمنا فيه قبل كده من هنا او من هنا بقى على حسب ما ايطلع. لكن النهاردة هنشرح الموضوع ببساطة كده اكتر. طيب. الماركتينج بشكل عام زي ما بنتكلم دايما هو ده الاساسية في الماركتينج. الله طفين البراند. براند موجود جزء من البرودكت. اه فعليا بس مش برودكت بس هو جزء من جزء من جزء من جزء من بل بالعكس ده جزء كمان من خصوصا موضوع مهم جدا متداخل في كل الكلام. طيب تعال نفهم الموضوع من الاول. البراند بيبتدي منين? وبيبتدي ازاي? خلاص اصطفقنا ان هو جزء من وجزء من كمان وجزء من حاجات كتير. تعال نفهم بقى البراند ناخد البراند لوحده ونتكلم عليه. باختصار البراند مش هو اللوجو بس ولا هو الشعار بس ولا الرمز ولا الكلام ده كله. هو اه ده جزء منه جزء مهم بس ده الجزء التانجب. تعال نبتدي الموضوع من الاول. البراند بيتكون من جزئين اساسيين. الكور ايدنتي دي بتيجي قبل كلنا بنفكر يعني او معظمنا بيفكر في الموضوع بالعكس بيجي الاول ايه ده? انا عايز اعمل براند انا عندي برودكت حامل له براند ايه ده شكل اللوجو ده كويش? الالوان دي كويسة? الحاجات دي كويسة? مش ده اللي المفروض يبتدي بيه. المفروض نبتدي بالكور ايدنتي هي القلب بتاع البراند الروح الاساسية بتاعت البراند او الاساسيات بتاعت ده. بتتكون من ايه الكور ايدنتي دي من الاساسي بتاع البراند ايه البرسيبشن او ايه اللي انت عايز توصله في دماغ العميل القيم اللي انت عايز توصلها من خلال البراند ده الوعد اللي انت بتوعده للعمل بتوعك من خلال البراند. كل دي هي الاساس ده الكور بتاع البراند بتاعي. طب ده بيجي منين? بيجي اصلا الكونسيومر بتاعي. ببقى عارف الكونسيومر بتاعي او الكاسيومر بتاعي بيحب ايه محتاج ايه? وعايز اوصله الحاجات دي من خلال البراند بتاعي. وطبعا لازم تبقى متسقة مع المشن والفاجن بتاع الشركة بتاعتي او والاتجاه والابجيكتف بتاعي. طيب ده ده الاساس بتاعي. طيب الاساس ده هل العميل بيشوفه? لأ ده غير ملموس وغير مرئي. يعني مش نهائي. طيب يبقى كده ده الجزء الاولين. الجزء التاني هو ده او بقى اللي احنا نتعرف عليه بقى هو التصوير المرئي ده بيشمل ايه بقى? ده بيشمل كل اللي في دماغنا عن البراند والبراند. الاول اللوجو الشعار بتاعي او الشكل بتاعي او الرمز. الشعار. الالوان المستخدمة. الصور المستخدمة. الفويس والاصوات المستخدمة. اي انواع من الديزاين والهندسة والديكور لو انا عندي مكان او عندي حاجة زي كده. كل ده شامل حتى الروائح اطعمها والتيست بتاعي كل ده شامل داخل جوه البراند ايدنتيتي اللي هي بنسميها وبناختصرها عناصر البراند بتاعي. هي دي الجزء بتشمل جزء بتشمل جزء اللي هو الاسوات والحاجات دي. وبتشمل كمان جزء التصرفات. يعني زي الاشخاص بتوعك بتصرفوا. يعني البراند هنا مش بس منتج آآ ملموس كده ممكن تبقى خدمة. فالخدمة هي اللي بيعبر عنها الناس. فالناس دول بيتصرفوا ازاي بيتكلموا ازاي كل ده جزء من بتاعتي. وزي ما قلنا هو مش بس بكل انواع الحاجات الحسية. يعني بالصوت بالروائح بالتيست بكل الكلام ده داخل معايا في البراند. يبقى انا كده اختصارا للموضوع عندي عندي الاساس اللي هو مش متشاف او ده داخل البراند وده اللي ببدأ به بناء على الكونسيومر والفئة اللي انا عايز اوصلها. بعد كده ده بيترجم في شكل ده اللي بتشاف. كده اول مرحلتين عندي الكور وبعده الجزء بتاعي. هل كده انا خلص كده انا عملت براند جميل عندي وعندي حاجات اساسية والاساس بتاعي موجود وعندي جميلة. لأ انت كده يعني ما حدش سمع عنك. انت عايز مرحلة تانية. البراند مرحلة التالتة هي دي بقى ازاي اوصل. ازاي اعمل للكلام ده عند العميل. ازاي يوصل للعميل بتاعي? هيوصل من خلال ايه? سمعك وبالزبط او بشكل عام. خلال الاعلانات او الترويج بشكل عام. سواء كان او 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 اعلانات التلفزيون بتوعي اللي هعملها بتاع بتاعي السوشال ميديا بتاعتي هي دي بقى اللي هتوصل الجزء حط فيها اللوجو بتاعي والشعارات والكلام بتاعي. والجزء اللي هو الغير مرئي او الغير محسوس لهي بتاعتي 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 هتقدر توصله بشكل كويس وبشكل مناسب وده طبعا يعني لو انت بقدرت تعمل الكميونيكيشن دي بشكل كويس. يبقى انا كده سريعا نراجع بسرعة عندي تلاتة عندي الحاجات الاساسية للبراند الاساسية الاساسي الوعد الاساسي بتاعي تسمييه البراند دي ان ايه بتاعي الشفرة الورثية بتاعتي سابق بسموها البراند منترا. التعويضة بتاعت البراند. ليه تلات اربع جمل كده هي اللي بتحدد البراند بتاعي. بعد كده بعد ما حددها يعني برضو عشان ندي امثلة. زي كده كوكاكولا بتكلم عن الحياة التفاقلية. بودافون بتكلم عن القوة. اه بتتكلم عن الجمال الطبيعي. ابل طبعا والدقة والاتقان في كل حاجة. طيب ده باخد بقى ده ده اوجهه في شكل او بصوره في شكل دي اللي هي بقى باخد شكل اللوجوي بعمل ازاي? الالوان زي ما قلنا السلوجن الشعار. طيب هل انا بختار بقى اي لون ولا اي شكل? لا لازم اللون والشكل يكون متجانس مع يعني لما نقول كوكاكولا هي هي الحياة التفاقلية والنظرة التفاقلية للحياة. يبقى دوق اللحزة كلها في التفاقل. طيب بودافون هي بتركز على القوة. ازاي بظهره للناس بعمل سلوجن اقوى الشبكة في مصر القوة بين ايديك اللي جاي اقوى. كل ده ترجمة للي انا عايز اوصله من الاساس بتاعتي. الالوان يوم ما اجي اختار الوان مش بختار اللون اللي عجبني او اللي على الشكل اللي انا عايزه. لا بختار الالوان اللي ليها معين يناسب بتاعتي. يعني لو جيت شفت اللون اللحمر في البودافون وشفت بيينديكيت ايه او بيعبر عن ايه بيعبر عن القوة بيدي القوة والنجاح الحاجات دي كلها ده اللون الاحمر لو جاينا نشوف اللون الازرق مسلاً اللي بيستخدم في المستشفيات بشكل كبير وبستخدم في حاجات كمان تلاقيه بيدي ترست بيدي ثقة فانت عايز تدي ثقة مسلاً لما ريف تلاقي اللي ازرق منتشر كتير في حاجات المستشفيات والكلام ده. آآ اللون المصفر زي مكدونالدز تلاقيه بيدي فرحة وفن وحاجات لطيفة جدا. عشان كده تلاقيه في مكدونالدز تلاقيه في بايلس عشان هو برضو حاجة يعني مع الناس كده شوية فتلاقي الحاجات اللي بتشتغل دايما بتلاقيها اورنج اكتر ده اللي بيبقى الاصح يعني نسبه. حتى والاشكال بتاعتي اللي هعملها في اللوجو تلاقي الدايرة بتدي برضو عن الترابط والتجانس والعيلة والاسرة فتلاقي اللجوهات بتاعت القنوات مدورة اغلبها زي ايها ارتيزة مات. تلاقي فودافون برضو اللوجو فيها دائري شوية عشان يباين على التكامل والترابط. اللون الشكل المثلث مثلا تدي او عن متل تدي دقة كده بشكل كبير. كل ده مهم جدا ومثبت بالعلم النفس وبالاختبارات وكل ده حيث ان فعلا اللون بيؤثر. فلازم احط في دماغي اللون ده سواء في سواء في تاعتي سواء في الجزء التصميم بتاع السيرفوس بتاعتي في الالوان الحيطان في الاضاءات في كل ده لازم اخب بالي من. طيب عملت ده كويس خلاص عرفت بتاعتي المتسقة مع وعملت الجزء الفيديو بتاعي بشكل حلو جدا فضلي الاعلان والترويج بتاعي. ناخد مسال سريع ما اجيش اعمل اعلان بقى في التلفزيون مش مناسب للفاليوز بتاعتي لو انا حد عايز حاجة وحاجة وحاجة فيها عالي شوية اه اجي اعمل اعلان في اغاني شعبي. ما ينفعش لازم الاعلان يبقى للموضوع ده برضو ويدي نفس الشياكة ونفس المنظر الجميل. والعكس لو انا حاجة شوية وللكلاس الاقل وعايز ابقى شعبي وكده ما ينفعش اجي اعمل اولا اعمل اعلان شيك بقى واعمل اعلان كويس مش هيبقى متجانس ومش هيعكس اللي انا عايز اعمل هنا اللي بتبقى. ودائما انا فكرة المشكلة بتبقى في جزء الكوميونيكيشن. الديجيتال ميديا بتاعتي لو انا هشتغل في ديجيتال. بنسميه اللي انا مستخدمها في السوشال ميديا مش مش عشان سوشال ميديا بقى هبقى اكلم بطريقة يعني خلاص عشان شباب وكده لا لازم تبقى برضو متجانسة ومتربطة مع الاساسية بتاعتي ومع العام بتاع. لو انا هقدرت بقى اعمل التجانس ما بين التلاتة دول وخصوصا في الاخر. وبقيت مستمر وفيه استمرارية وفيه ثبات على الحاجات دي كلها. انت كده قدرت تزرع بتاع بتاعك كويس وعملت صح. بحيس لما تذكر اسم المنتج بتاعك يتذكر اسم المنتج يعني عكس او اللي انت عايزه. يبقى صح. يفتكر البراند صح. يفتكر البراند الاساسية اللي انت عايز توصلها. وبالتالي يبقى تقدر تعمل كويسة كويسة مع العميل بتاعك ويبقى فيه براند بقى فيه ولاء للبراند. هي دي الخطوات دي مع الاستمرارية انك تبنيها بشكل كويس. تستمر فيها ده اللي هيعمل لك براند ومع زيادة ومع زيادة عدد الناس اللي عندها براند لويلتي لك تدي بتاعتك تعلم. والكوميرشال فاليو بتاعت البراند بتاعك. ليه في النهاية مسلا باختصار ابل بتاعها الواحده ليه قيمة يعني نص قيمة ابل تقريبا في السوق في قيمة البراند بتاعها. ايه اللي يفرق ستارباكس انك تشرب قهوم ستارباكس عن اي قهوة في مكان تاني. هو البراند هو اللي وصل لكده. هو التراست ده اللي خلى الناس تدفع اكتر عشان البراند بتاعها يوب. كل ده طبعا يعني من غير ما نتكلم بقى على ان البروداكت نفسه او الخدمة نفسها او كل اللي انت بتسوق له او بتعمله براند يكون اصلا سليم او اصلا اه بيقدم الفيتشر او الاساسية دي يعني مش محتاجة نقاش او مش محتاجة كلام يعني من فعش انا بعمل موبايل عامله حلو كلام حلو حلوة والموبايل نفسه مش حلو او بقدم خدمه وعملت لها براند وعملت لها اعلانات وكله ماشي زي ما الكتاب بيقول والخدمة نفسها مش حلوة. لو ده مش موجود ده الاساس بقى بتاع كل حاجة هيبقى موجود. اه عايز اعمل لكم كده تطبيق سريع على لو انت بتعمل ناس كتيرة بتسأل على الموضوع ده لو انا هعمل ان احنا كلامنا مش بس ع البرودكت ع البرودكت ع الشركة عالشخص لو انا شخص برضو ببتدي اعمل ايه? بعيدا خلاص انا فهمت الوقتي انا ايه المجال اللي انا هشتغل فيه وانا شاطر فيه? عايز اعمل و اظهر بشكل كويس هبتدي بالماليو. طيب انت اللي انت بتعمله ده في ناس كتير بتعمله. انت ايه اللي انت عايز تقدمها? ايه الام relevات من التلك؟ ايه بتاعك؟ بتاعك؟ بتاعك اللي انت عايز توصله؟ خلاص اخترت الكور بتاعي. ايه بقى اللي هتوصل للكور ده? ازاي استخدم لوجو كويس? ازاي استخدم طريقة كلام بقى هنا الاهم الكلام بتاعي شكله ازاي? المظهر بتاعي عامل ازاي? خدمة اللي انا بقدمها بتاعي عامل ازاي? كل ده هو المهم. عملت ده كويس وده كويس. وما عملتش دعاية معاولش كوميونيكيشن كويس يبقى مالوش لازمة. فضل الخطوة الاخيرة الازهار بقى يعني نشر الكلام ده كل نشر بتاعتك ونشر بتاعتك بشكل كويس وبشكل مستمر وبشكل هو ده النجاح آآ آآ اللازم يستكمل بالتلاتة كده اختصرنا كده بسرعة اساسياته ازاي طبعا في خطوات كتير وفي كلام كتير في كل خطوة وكل حاجة فيها بتاعتك هكملها لكم في الجزء التاني ان شاء الله من الفيديو ده هنتكلم على كل ده هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي وناخد شوية خطوات ناخد خطوة خطوة كده ونفسرها بشكل اكتر عايز رأيكم كده في على اللي انت شايفها بتادي تفهم ايه بقى مشوفت الفيديو ده عن شكل اعلان معين تبتدي تحلله بشكل جديد آآ مين اللي شايفه كبراند متجانس جدا في الخطوات اللي احنا قلناها بالالوان بالاشكال بالشعار بكل حاجة متجانسة فعلا والوحش برضو موجود وممكن براند كبير تلاقي مش ماشي على لكن اللي ماشي على الاستبس بشكل كويس كدير جدا نستني قرأكو واشوفكو على خير في حلقة جديدة من حكايات مؤكد شكرا جزيلا.